أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيد والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العسيس الرحيم لتنذر قوما بما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناطهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبسرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشير رحمن بالغيب وخشير رحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر وكريم إنا نحي نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصيناه فيه إمام مبين واظرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعسسنا بثالث فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا الملاغ المبين قالوا إنا تتجرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فترني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يجذن الرحمن بذر لا تغني عني بذر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي واجعلني من المكرمين وما أن سلى على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا موسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامتون يا حسرتنا على العباد ما يأتيهكم من رسول إلا كانوا به يستاسئون ألم نروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العجود ليأكلوا مثل ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأسواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجريل مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه مناسل حتى عادك العرج للقديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل نه في فلك يسبحون وآية لهم أدنا حملا ذركتهم في الفلت المشعود وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا سريخ لهم ولا هم ينقدون إلا رحمة مننا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رسقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعم من لو يشاء الله أتعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا البعض إن كنتم صادقين ما ينزرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم نرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجدات إلى ربهم ننسلون قالوا يا ويلنا من معتنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وسدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلم نفسا شيئا ولا تجزون شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أسواجهم في ظلال على الأرائك متكؤون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولكم من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجربون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا سراط مستقيم وَلَقَدْ أَوَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعْدُونَ إِصْلَوْهَا اللَّوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اللوم نختم على أفراههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم مما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمصنا على أعجنهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لما صخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضجا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما يمغيله إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حجا ويحق القول على الكافرين أولم نروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنا عيما فهم لها مالكون ولل الله لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من ودون الله آلية لعلهم ينسرون لا يستطيعون نسرهم وهم لهم جود محزرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم نرى الإنسان أنا خلقناه من نتفة فإذا هو خصيم مبين واضرب لنا مثلا ولسي خلقا قال من يحيي العطوى موهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه تلقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكود فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترتعون